السلام عليكم معكم فادي الشيحة ومعي اليوم ضيف جيم الرهيب اسمه أمران الحازمي واليوم بنقدم لكم توب 10 عن أكثر سلسلة ألعاب في أجزاء متعددة وحطوا ببالكم أننا راح نستثني الألعاب الرياضية والقتلية والعاب للغاز والسبقات وأجزة المحمول خلونا نبدأ وعندنا في المركز الآشر سلسلة Grand Theft Auto وهي تعد من أكثر ألعاب تأثيرا في عالم الألعاب وصدر لها 12 جزء والأول كان في عام 1997 على جهاز بلاي ستيشن 1 وفي المركز التاسع معنا ثلاث ألعاب اللي هي Call of Duty وأساسين كريد وسطورة زلدة وكل واحد من هذه السلاسل أصدر 13 جزء منهم وأقدامهم هي سطورة زلدة وكان أول جزء عام 1986 على جهاز نتندو أما بالنسبة لCall of Duty فأول جزء صدر 2003 وأساسين كريد في عام 2007 وفي المركز الثامن عندنا لعبة فعان الفانتسي تعتبر اللعبة التي أنقضت الشركة من الفلاس وصدر منها 15 جزء وأول جزء صدر في عام 1987 وكان على جهاز الـ NES أما في المركز السابع معنا سلسلة Tomb Raider الشهيرة والجميلة بطباحها الخاص وأصدرت السلسلة 16 جزء وكان أغلب أزاها على البلاي ستيشن وأول جزء صدر في عام 1996 وكان على الجهاز البلاي ستيشن 1 وعندنا في المركز السادس سلسلة Castlevania والتي تعتبر أول لعبة منصات بطابع مرعب في جيليا وصدر منها 19 جزء وأول جزء لها في عام 1986 على جهاز الـ NES أما في المركز الخامس معنا سلسلة Resident Evil الشهيرة وهي طبعا معروفة برعبها وقصص زومبي اللي فيها وصلت السلسلة على مر تاريخ 20 جزء وكان أولها وأشهرها Resident Evil 1 والتي كانت أول جزء في السلسلة وكان تاريخ صدورها في عام 1996 على الجهاز بلاي ستيشن 1 في المركز الرابع عندنا سلسلة Mega Man سلسلة عريقة وغنية عن التعريف وتعتبر من أصعب الألعاب ونزل منها 21 جزء وأول جزء صدر في عام 1987 وكان على الجهاز الـ NES وثالث لعبة معنا أو سلسلة وهي أيضا غنية عن التعريف سونيك وتعتبر حل سيغا ضد نتندو وكان سبب صعود اسم سيغا للمنافسة وصدر منها 22 جزء وأول جزء صدر في عام 1991 على الجهاز السيغا ميغا درايب أو السيغا جنسيس في أمريكا وعندنا في المركز الثاني سلسلة ماريو والتي تعتبر من أشهر السلاسل في عالم الألعاب وإذن تعتبر السلسلة هي من أنقضت عالم الألعاب من نظيها وصدرت السلسلة 31 جزء وكان أول جزء من السلسلة في عام 1985 وكانت سوبر ماريو بروز على جهاز الـ NES أما في المركز الأول معنا لعبة أو سلسلة مفاجئة بتكون للبعض أو الكل أبعطيكم أربع ثواني تفكرون فيها ها أردت أشيء اللعبة؟ سلسلة ليغو ولأنها أصدرت 33 جزء وبدت السلسلة كانت في عام 1997 وكانت أول جزء لها باسم ليغو آيلند وهذه كانت سلاسل ألعاب لها أجزاء متعددة قولوا لنا هل في ألعاب ثانية تعرفونها ما ذكرناها؟ ودعمونا باللايك واشتركوا بالقناة كان معكم فهد الشيحة وعمران الحاسمين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر